موسيقى 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 نذكروا أيضا جديد اليوم الأسباح أنه مباشرة بعد هذه الزيارة انطلقت وحدات الجيش الوطني في إشغال إصلاح المسبح إذا كان النجم نشوفه تساور ووصلت اليوم كما قد نشوفه شاحنات عسكرية تقل بعدد كبير من الجنود المعدات اللازمة القيام بعمليات الإصلاح أيضا بلدية تونس تنطلق في أشغال تهيئة حديقة ساحة باستور قبالة مسبح البلفدار ومن المنتظر أن تدوم هذه الأشغال الشهر لتهيئة النفرة والحديقة يقول أيضا المسؤول عن بلدية تونس أنه تمت برمجة عملية تهيئة شاملة لهذه الحديقة مستقبلا هذه هي الصور التي وصلتنا وهذا هو الحديث الذي جاء على لسان رئيس الدولة على إثر هذه الزيارة ننطلق معك خيفة طبعا أنا أعتبر اللي يجري لكله هذي اللي قاعد يصير فيه بعدين ثم بعد إيجابي واضح وثم بعد الحقيقة أقرأ كراءة سلبية اللولة الإيجابي أنه الموضوع في علاقة بالمسبح البلدي وغيرها برغم أنه ثم أولويات ترتب الأولويات تجد أولويات على أولويات ولكن في النهاية هذا معلم يلزم يسان يلزم تكون فيه الأشغال يلزم الحفاظ عليه والمنطقة لكلها متاع البلفدار هي متنفس العاصمة الناس كل تعرف وهذا مشروع تقريب من 1939 على ما اعتقد صحح للطفي من عدمه ولكن قديم ويعرفوا من الأول وقت الوضع كما قتلت متنفس العاصمة اللي قالوا رئيس جمهورية في علاقة بمحاولات تحويل وجهة المشروع إلى مجروع استثماري كان موجود الحديث عنه وسمعنا له ياسر مقبل 2011 وكانت النية أنها تتحول إلى منطقة استثمارية وتتباع الأرض ويتعمل من غد طريق معناها سيارة وغيره هذا كذلك موجود الإيجابي كذلك وقت اللي اليوم تاخوه المؤسسة العسكرية رسالة لكثير من الشوانة المتعطلة أنا طيب كنت في طريق الشنوى وجاي من وراء دار رئيس معناها الأصلية وغيره مشروع كنا معناها بالصدفة احنا مريم من غاد معطلوا واقف يقول قايا وشنيه الحكاية وهذا مشروع من قبل الثورة زادراه معناها على مستوى الدراسات والاعتمادات وغيره وهو مزال قايا عاد معناها في مكان وزد على ذلك من المشاريع والمشاريع يلزم التحقيق فيما جرى في ملعب شوسة وملعب المنزو وملعب زويتن وتقريباجة والكيف وغيرها من الملعب الرياضية حكاية المستشفيات اللي كان من الممكن أنها توضع وثمى مستشفيات عن مستوى المحلي بداية فيها الدراسات والاعتمادات ومع ذلك لم تنجز إن الرسالة الأخرى اللي هي ما أنا منقرهاش بإيجابية نقول السربي ولكن مش بإيجابية إذا كان يتحرك رئيسة ولي عدنا بلدية هذا تعودنا بي خليفة مؤخرا هذا الموجود هذا تعودنا بي ويتحمسوا لي إذا كان واحد عنده تقصير هي الوالي ما عندوش مكان في البلاد بس يصلح ولا يخدم لحد الأدنى رئيس البلدية الوزير متع التجهيز متع النقل متع السياحة متع غيرها يعني احنا مش نحلل ونستهدفو ناس ولكن هذا واقع رأو زاد الناس تخوش بجزء منه بالمرارة هناك ناس تشتغل في وظائفها وتخو مرات بيتها وجاريها وغيرها وتتفاعل إيجابين وتقول علاش مخدمناش ولا هي دينة مكبلة علاش مكبلة أو منظومة القوانين أو مسألة الاعتمادات والغيرة لكن من قدوش إذا كان صلح ومسبح بلدي بهكذا وضع يلزم يتدخل سيد رئيس الجمهورية ثم يلزم يغتر أن يجيب المؤسسة العسكرية بش تنجزوا إيه لمتى يعني المشاريع كله من المشاريع الكبرى ندخلين على القروان مدينة معناها سياحية استشفائية تقريب عظيمة على مستوى التصور الآن والمكات وغيرها وكيفاش بش نبنو الجامعات وكيفاش نعملو قنطرة بنزرت وكيفاش بش نعملو معناها الملاعب الرياضية إذا كان ننوي معناها نشارك في مباريات أفريقية أو إقليمية وغيرها ميزمش نقود دوما في انتظار سيد رئيس الجمهورية هو الخبر هذية بالذات لطفي العماري نجمو نقراوه من العديد من الزوايا فيها ما ذهب إليها خليفة بن سالم لكن فيها أيضا وقت النقا ومؤسسات زادة وطنية أو مؤسسات تونسية خاصة تنخرت في عمليات من هذا النوع بشاركة مع الجيش الوطني بشاركة مع مؤسسات الدولة في الأخر وتقريبا حتى على المستوى الاتصالي تقريبا ذكر بالاسم وشكر رئيس الدولة العضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي اللي هو سيغار نلقاه أسماء على لسان الرئيس يتوجه لها برسائل مباشرة العادة حتى الرسائل تكون توجهة مع حفظ الأسماء فقط بأرقام بمؤشرات بتقارير إلى غير ذلك خلينا نقوله الله يرحم والدينا جوزيف دولافوكاخت هذا الإنسان اللي بلي دخلت فرنسا لتونس أول حاجة بادرة بها نمشى لك الفضاء هذاك الفضاء البلفيدير اللي بشي وليم بعد اسمه نحقو على قرابة المية وعشرة اكتار وقرر أنها بش تكون هي الحديقة والمنتزه واللي تحولت إلى الرئة اللي تتنفس بها العاصمة وتم استجلاب كل أنواع النباتات بما فيها أصجار سيخليفة تم استجلابها من نسترالي بطبيعة الحال تكونت الحديقة ذيكا وبقال اشتغال عليها قرابة 12 ولا 13 سنة باش مبعد فتحت أبوابها لعمومة الناس هذا مكسب بيئي كبير ياسر التونس العاصمة واللي صحيح كان فترة فترات مهدد لأنه أسال لعاب عديد الأطراف التي حاولت أن تقضم منه أجزاء وتحولها إلى مشاريع عقارية بما فيها ملعب الشادلي زويت وجاءت معناها انتفاضة 2011 وأسقطت هذه المشاريع في الماء لكن رئيس الدولة مش أول زيارة يعملها للمصر هذه ثانية تقريبا عمل زيارة للمسبح وما كانش ثم سويفي ما كانش ثم سويت اليوم يمشي الرئيس ويبدأ الإنجاز مش توفرة الإرادة السياسية فقط توفرت الإرادة المالية لأنه أختي مشاء الرئيس في مناسبة سابقة اجتمع أعطاه تعليمات ولكن البلدية قالت راو ما فهمش فلوس لكن المرة هذه المختلف أنه مؤسسة خاصة تنخرج في العمل يا زيدا دونك البلدية قالت ما عنديش هنا لأنه نحكو راو على مبلغ كبير معنا هي تجاوز حتى لعشرين مليار لأنه مساحة المسبح هذي راي فيه حدود العشرة ولا الحداش نكتار في قلب قلب العاصمة بالتالي المرة هذه الجديد أنه توفر المال والمال وفرته مؤسسة بنكية خاصة اللي هي البيات هاوكا سميناها باش نتفدها والإشهار وقت اللي واحد يعمل حاجة بها يلزمنا نسميوها هذا فرحنا بيه احنا لأنه بش ينقذ معلم تاريخي في طريق الاندثار وما هوش فقط معناها مجرد معلم رياضي بل هو جزء من الذاكرة الوطنية ماذا بينا بقية البنوك تنسج على منوي الليبيات ويتم تحديد قائمة كبيرة من المعالم الأثرية والثقافية اللي تتعهد بها البنوك هذي وشركات الثأمين اللي ما نحكوش عليها بالكل احنا في إطار ما يسمى بالالتزام الاجتماعي لهذه المؤسسات المالية وشفنا التقليد ذا موجود في الدول المتقدمة عن طريق الفوندسيون السناديق اللي تبدأ تابع المؤسسات المالية هذه وتقوم معناها برصد ميزانية ضخمة جدا للأعمال الثقافية والإبداعية وترميم خاصة المعالم الأثرية وكذلك الخيرية هذه مبادرة بها ينخرط فيها القطاع الخاص لإنقاذ هذا المعالم نتمنى أن لا تتوقف المبادرة عند معلم البلفي دار بيسير البلفي دار فقط لأنه هناك العديد من المعالم اللي مفروض رأي البلاد متاعنا تفتخر به لكنها قادة تعرضي لإعتداءات كبيرة كتشوف شنوة صاير اليوم في معنى الحناية متاع زغوان وفي الأثار متاع كرتاج وغيرها 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 صراحة شي حزن أنه شعب كيمة شعب التونسي وبلاد كيمة تونس أعطاها ربي وعطاها الطبيعة وعطاها التاريخ كنوز أثرية اللي مفروض رأنا ثمناها وحولناها إلى مزارات وطنية ودولية لكنها اليوم نشوفوها في حالة إهمال واعتداء كبير علاها فماذا بينا تكون هذه المنطلق من تعبقية المؤسسات المالية والبنكية والتأمينية في تونس حتى يتم تحديد قائمة في المعالم اللي تبادر بإنصادها جيتك خليفة هذه يا زيدة خليت بلدية تونس تتحرك سيليش وانطلقت في أشغال تهيئة حديقة ساحة باستر ما هو مش معقول أنه توقع تهيئة في الضفة المقابلة تهيئة المسبح وهذا المعلم التاريخي وبلدية تونس ما تتحرك حتى بإمكانياتها الضعيفة ونحن نراه من لوموش لأنه نعرف أنه البلديات عموما مرته بظروف صعبة جدا بعد 2011 وحتى المواطنين معدوش يدفعوا حتى المعليم الموكولة لهم وبالتالي ضعفة الميزانيات بتاع البلديات عموما مش المرة اللولة كما قال سينطفي توا أنه رئيس يزور لكن في هذه المرة توفرت المدد المالي وهذا شيء مهم جدا بالشراكة مع القطاع الخاص وإن شاء الله يكون شيء مهم أنا بالنسبة لي في كل مرة يتحرك الرئيس وينشط في اتجاه تنويع النشاط يعني في اتجاه ثقافي أو في اتجاه رياضي أو في اتجاه آخر غير سياسي ننتعش شوية نقول يخف الضغط على السياسة ويخف الضغط على السلوكيات العادية السياسية وأحيانا السياسوية وبالتالي أنا نعتبر أنه هذا الخروج بالرئيس هو خروج يعطيه ديمونسيا واحدة أخرى يعطيه بعض آخر ونقهة أخرى ويخرج به مكان العادي من الخطابات والعادي من السلوكيات السياسية ويعطيه بعض متاع شمولية شمولية الفعل السياسي الرئاسي لأنه إلى حد الآن الفعل السياسي الرئاسي مقتصر على مسائل السياسية ومسائل أحيانا حتى جزء قضائية يعني في وسط السياسة ومريناش لا البعد التنموي في سلوكيات الرئيس ولا البعد المتنوع في سلوكيات الرئيس ولا البعد الثقافي في سلوكية الرئيس وهذا أنا نعتبره شيء مهم وشيء يرجع الأمور إلى طبيعة الأشياء يعني طبيعة الأشياء أنه الرئيس ينوع من نشاطاته وأنه إحنا نشوفه الرئيس يتحرك على أكثر من المستوى وأكثر من بعد لأنه إلى حد الآن مثل ما قلت لك الصورة التي تستع هي أنه صورة الرئيس الذي يتحدث عن مسائل سياسية ومسائل قضائية بالأساس لكن باهي أنه الرئيس من حين لآخر يعطينا ديمانسيون أخرى في سلوكياته وهذا شيء مهم جدا أنه يتم من مدخل المحاضع المعالم التاريخية رغم أنه الأولويات مثل ما قال خليفة في الأول الأولويات قد تكون غير المعالم التاريخي لو كانت في الاتجاه المدالس أو شيء من هذا القبيل لكن باهي حتى أنه المحافظة على المعالم التاريخية هو جزء من المحافظة على الشخصية التونسية وعلى معالم الشخصية التونسية المتنوعة والثارية شوف أنا مرة نقشت عن أستاذ لوت في وبي حدية قلت يتكلم وقال رجال الأعمال مش معقول فيهم جزء قاعد هارب البرة جزء متخوف جزء تحت هارسلة جزء تحت ضغط وشترته هذا رأي ولكن قلت له أنا في تقديري كان يتذكر ثم مشكلة زادة فيهم هما يخي جمعوا أنفسهم يعملوا مبادرات من هذا القبيل هاي مؤسسة مالية هي في نهاية مؤسسة رجال أعمال هي هاي بادرت وصلت رئيس جمهورية وعطت فكرة معينة هي قالوا لا برا مش يدخل الحافظ همشين الحل معقول وبادروا ودخلوا في هذا أنا أعتقد هناك مسؤولية كبيرة أمام رجال الأعمال صحيح ثم جزء منهم ومهم وكبير ناس تخدم على رواحها وتعمل في قيمة مضافة في البلاد وتخدم في ناس وتحرك في دولاب في اقتصال ثم ناس يعيشوا حالة من الرعب ثم ناس مشفاهمين المسار في حد ذاته السياسي ثم ناس يعيش أرباء ثم ناس يعيش أبتزاز عشوه من الأحزاب من المناظر من أعلمين من سياسيين اليوم يقولوا هاي شو تعد ذلك ذات كأنه معناها الصلح الجزائي شكل من أشكال التخويف وتريه لكن أماما فرصة للمبادرة للالتقاء للاجتماع يجمعوا يعملوا مبادرة لا هذا بعيد على موضوع الأصدر ولكن نقيم الحجة كذلك يا خي أنتم على جديما يعني مش هتفهم فكرة رأس المال يا جبان قال ما يزيم سكون جبان هنا ملاحظك صحيحة لكن كنشوفوا زادة الحالة الموجود فيها اتحاد الصناعة والتجارة اللي هو مفروض منظمة العرس صوت رجال الأعمال وحالة الخرس الغير مفهومة وهو يرى نظراءه إما في السجون أو منفيين أو في حالة رعب كبير ومع ذلك لا نسمع صوت لهذا الاتحاد مفروض هذه المبادرات تتجمع داخل هذا الاتحاد ويتم تقديمه حاب نقول صوز ملاحظات أنه وزير الشباب والرياضة منذ أيام قام بجولة وأعلن أنه ثم 30 قرابة مسبح في تونس 4 أو 25 منها لا تشتغل كلها معناها معطبة لأسباب أخر ثم يقول مسبح دشنته بدأ يخدم بعد 4 شهر تعطلها يجب أن نعرف هذا الجهات الداخلية التي هي تحتاج أطفالها وأبنائها إلى مسابح لأنها بعيدة على الشواطة تستحق معناها لفتة من هذه المؤسسات أمام الصعوبات المالية تعيش فيها الدولة التونسية ملاحظة ثانية نحكو على بلاس باستور يعني ما كان عندها ثقل وعندها رمزية حتى علمية كبيرة ياسر ممكن ما يوليش الحدث هو أنه النافورة رجعت تخدم أنه البانك هذا صرف صرف يقيم تمثال إلى الطبيب الكبير شار نيكول لأنه أفنى حياته في خدمة تونس وأسس لما يسمى اليوم بمدرسة الطب التونسية اللي سمعتها مشعة في العالم شار نيكول أول طبيب يتحصل على جائزة نوبل للطب نحكو على 1924 ويلزم التوانسة يعرفوا معلومة أنه شار نيكول مولدته جمعيات تونسية في الأبحاث اللي جبت له جائزة نوبل لأنه وقت اللي رأس الانستوى باستور في باريس وقتها قالوا له لا لا يستحق ندعموك لما جمعيات تونسية بالبو اللي عندهم مولولوا لأبحاث نتاعه واخذاء بها جائزة نوبل وقت اللي قبل ما يموت طلب أنه يدفن في تونس وتدفن في تونس في كلاس باستور في المؤسسة هذه كفاءة تمثال للطبيب شار نيكول في وسط هكذا الحديقة اللي تتوسط الساحة أنا اعتقادي تكون عندها رمزية كبيرة ياسر ويكون تثمين منها للناس اللي خدمت تونس بقاطع النظر على جنسياتها وخاصة لمبدأ العلم والبحث العلمي نحكي وعلى مسألة أخرى وين أعلنت عندكم إضافة سيليش يلا قولي خانت عدي وخبر لي بعد رجال الأعمال لأنه هذه مسألة مهمة الطرق لها توا خليفة أنا من الضروري أنه نعتبر أنه هذه يد ممدودة من الطرفين يد ممدودة وهذا خطاب طمأنة أنا نحب أنه الخطاب الطمأنة يزيد أكثر من جانب الدولة ومن جانب الرئيس لأنه الرجل الأعمال في حاجة أنه يحس موش يتعرض إلى شكل جديد من أشكال الابتزاز كان يتعرض له لأنه يثير في نفسه أشكال عديدة من الابتزاز مرت طوال العشرية الفارطة وحتى قبل العشرية الفارطة وبالتالي هو في حاجة أنه يفهم وأنه يستوعب وأنه يطمأن إلى أنه الممارسة الجديدة مهيش شكل من أشكال الابتزاز وأنا نعتقد أنه البعد الوطني لرجال الأعمال قائم ذاته ومستعدين أن يقدموا خدمات التونس إذا اقتنعوا بهذا نرجع لبلاغ كنا حكينا عليها البارح لكن ما نقشنا أيش لوزارة العدل تقول أنها قد شرعت في إجراء التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المس من القضاء وكافة الأعوان والإطارات التابعين لها أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات يقول نفس البلاغ أيضا أنه قرارها يأتي على خلفية مصدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل للإجتماعي تتضمن تهديدات صريحة تستهدف القضاء وأمام السعي بعض الأشخاص والجهات المس من سمعتهم بالنشر الإشعات والأخبار الزائفة بغاية تهديتهم حكينا عليها سيلهاش مينويرا في وقت من الأوقات الظاهرة هذية ظاهرة القذف والسب والشتم وراء شاشة في عالم فيغتوال تهجمات على مختلف أنواحها عائلات قضاء أمن شخصيات عامة حتى مواطنين في بعضهم وقلنا أنه لابد أنه تتقنن العملية هذه ولابد أنه خاتثما في الأخر هيبة دولة زادة القضاءات هيبتهم من هيبة الدولة المؤسسة الأمنية هيبتها من هيبة الدولة اليوم من القاورة هو بالحق صفحات مختصة في ذلك عبات مختصة في ذلك حتى كانت شخصيات قبل نشوفوها عائشة البر وتخرج في فيديوهات وأنواع مختلفة مما يقال يعني في حق شخصيات مختلفة في حق المؤسسة القضائية وغيرها كيفاش نقوموها ظاهرة رجعنا نحكي وعليها لأنها موجودة فما زوز مستويات أولا خلينا من المستوى الردعي يعني كيف نقوموها ردعيا يعني عندما تصير هذه التهزمات وعندما تصير كل الهجمات التي تستهدف القضاة يعني لابد من تطوير التشريع في هذا الأمر في اتجاه أن حماية القاضي لكن أنا نعتقد أن الحماية الأساسية للقاضي هي بتقويت المنظوم القضائي وبتقويت الجهاز القضائي وبأن يكون القاضي والمنظوم القضائية مستقلة ما أمكن إنسانية ما أمكن محترمة لدولة القانون والمؤسسات ما أمكن محترمة عندما يقضي القاضي محترمة لشروط المحاكمة العادلة محترمة للقوانين والمثل الكونية التي توليس بصادق علىها في عديد الاتفاقات الدولية تقوية المنظومة والمناعة متلقاضي هي في تقوية المنظومة القانونية وفي تقوية الجهاز القضائي وفي تحقيق الاستقلية القصوى للجهاز القضائي لأنه أنا نعتقد أنه لو كان هناك قضاء مستقل الاستقلال تام وهناك قناعة عند الناس أن القضاء يقوم في دوره في إطار إرساء منظومة العدل والعدالة في البلاد ما كان يتعرض إلى هجمات من أي إنكاذ لكن إحنا شوفنا شوفنا أنه القضاء دائما مع الأسف على مدى العشرية السابقة وحتى قبلها وحتى الآن يعني ما زال تعيش حالة دونية يعني يعتبر وكأنه القضاء تابع السلطة السياسية ولهذا كل السلطة السياسية تحاول أنه تستحوذ على المنظومة القضائية وتحاول أنه تحد من استقللية القضاء وتحاول أنه تضرب استقللية المنظومة القضائية وكل سلطة سياسية تخرج من الحكم هجمي سمحنا دعنا نكمل الفكرة وكلم وكل ناس تخرج من منظومة الحكم تقرحها تهاجم أول ما تهاجم تهاجب المنظومة القضائية وتهاجم القضاء وتحاول أنه تحل مشاكلها السياسية عن طريق مواجمة القضاة ومواجمة المنظومة القضائية أداء القضاة سيد الهاشم لا يبرر أنه يذكر الناس ويثلب الناس يعني لو كانت الاستقلال هذاك تقييم سياسي يقول لك في العشرين واحد يقول لك توا معه ما صار رئيس قيد سعيد هذا تقييمات سياسية ولكن ثم جانب في ثقافتنا ما يسمعيكش امتلاك في ثقافتنا في معدى ذلك هو فهو من أنظار القضاء ايه اكي علاش ثم جزء منه معقوب تعرف عندي موقف من عرب وخمسين وذد ولكن ساعة تقول شنو المهرب من ثلب الناس ما يبرر لكش موقفك ذد الرئيس مع الرئيس مع المصار ذد المصار يساري يمين يسلامي غيرها ولكن ببرر لكش أنك تثلب الناس وتذكرهم بالأسماء ولأنه وراه يزب منحترموا لحد الأدنى من الأخلاقياتنا سواء كانوا سياسيين أو أعلاميون غير الناس عند عائلات وعند أبناء وعند أهل وعند قارب احنا دخلنا في اسطنبول ما مليقش يعني عدنا فترات معاينة عادي واحد جاي يقولك فلان فلان بارة تقرأ استاتيه هذي صحفي ولا هذا قاضي ولا هذا محامي ولا هذا طبيب ولا دخلنا في مشكلة خطيرة جدا مخاصة يكون من طرف الناس اللي فعلين ومؤثرين تولاي واحد قاعد في استاتيه يكتب مواطن عادي أنه نقبل أنت ولا أنا كي تخرج مع عندي اتقاضيني يجب أن نحترم نفسي ونقف في حدودي أه ممكن نقيم يقولك هذا ما صار الآن ما في استقلالي اتقاضها ولا رؤيته سياسية ولا محاكمات سياسية هذا تقييم سياسي أنك يجي واحد يقول الآن بش ننشر أسماء الناس يجب أن نتعذوا وقعت في 2011 نقول وهذاك في زخم معين وفي ناس ما عندهش الدربة على الاختلاف وعلى النقاش وعلى الجدل وعلى الحياة السياسية المتعدة ومتنم لكن توا تجربناها التضت منها كثيرا من الناس يسمى الناس ما يرقدوش راولي تلقى رجل عمالي ساعات يقولك بلا يا أخي علاش تذكرني أنا بالنسبة تقول شنوه سيرب كل هيرب ولا غيرها هذا ما تماش حل يلزم هنا شخصين نقولها يقيمني سياسية أنا قبل تسيبني شنو تسيبني معنى تخرج لي ابني مجرم قريبي غيره ويقولك شمعناها هذا طيحه قدر الناس وصلت من القليل غير واحد يخص بيتار يكتب على التبيب يخليت قاضي يكتب على الصحق فيه هذا على فنان ما نحكيه على الإطلاق لأنه نحكيه على قضية محدة في علاقة بالقضاء في علاقة بالقضاء أنا معاك في قضية الثلب بطبيعة كيفاش النجم يكون ضد هذا وأنا عرضة أنا أنا أي أنتي ينتي بيد إخواني عرضة لهذا الأمر بشكل يومي وبالتالي أنا ما نحكيه على المثلة في عموميتها نحكيه على قضية معينة كيفاش نحد ما أمكن من أن القضاء القضاء تكونوا عرضة للثلب وغيره هدايا أنا المنظومة القضائية واستقرالية القضاء والقضاء هداك المتفق فيه هدايا يسمى منظومة تشريعية هدا تقولي هذا تقييم سياسي معاك أنا نعم أنا فش نعمل لنا بيه هي في السياسة بيه لكن أودخطونا لطفي زادا شوفنا حتى البرلمان تحرك مؤخرا وبداي يناقش في جلسة عامة مسألة انضمام تونس إلى اتفاقية بوداباست لمكافحة الجريمة الإلكترونية لأنه في اللقاء اللقاءة صاير على صفحات التواصل الاجتماعي اللي نشوفه فيها من مظاهر سب وشطن زادا هدا يدخل في باب الجريمة الإلكترونية المتخفية وراء حسوب وراء شاشة وراء تيهاتك إسبقنا حتى الامضاء ذا بإزدار معناها قانون 54 وفي فصل وخاصة 24 24 واللي قاعد يتبق معناها بحلالك وبحرامك لأنه في الميداية كانت عنده مقبولية لاعتقاد الناس أنه يساهم في أخلاق الحياة السياسية لكنه شوفنا الهن هيرافات اللي قاعد ماشي فيها في علاقة زادة بحماية اللي نطالب بحماية الجسم هذية لأنه تنجم تكون فما عندك مآخذة كبيرة تنجم تكون ثم انحرافات في أداء بعض القضاء لكن هذا ما يبررش التهجم على الجسم القضائي والتنكيل بيها على قارعة الفيسبوك والدولة زادة مطالبة بحماية هذا الجسم وأنا طالبت مثلا في المحاكمة بتاع قضية الجهاز السري والتسفير أنه السيدة القضاءات اللي ينظروا في القضية هذه الدولة تخص لهم حماية أمنية خاصة مش معقول قاضية تكون توا تبت في قضية الجهاز السري والتسفير واغتيالات السياسية ومبعد تخرج من معك مو تمشي تهز كسيارتها من الباركينغ وتروع للدار لا هي اليهنة معايش مواطنة عادية هي مواطنة تنظر وتبت في مسائل في منتهى الخطورة وتنجم معناها تعرضي لحياتها إلى خطر شوفنا إيطاليا وقتلة عملة حملة المانيبولاتي اليد النظيفة القاضي ديل بيترو ومجموعة القضاءات اللي لمهم حولوا باش يخوضوا الحرب هذه ضد عسابة الكامورا والمافيا وكانت حرب معناها شعوى وشريسة الدولة الإيطالية متعتوا بكل ظروف معناها الحماية وهذا كان ليش في غضون ثلاثة واربع سنوات أعطاها تنتاج إيجابية وإيجابية جدا الدولة اللبنانية سيديا ونحكو على الدولة حالها كحال تونس شوفنا القاضي البيتار وقتين حل ملف ميناء بيروت كيف كانت الميليشيات تحييت بمقر النيابة العمومية وهي تعمل رشاشات الكلاشينكوف مهددة في حياته لكن الرجل صبر وصمد وقام بالأبحاث وذهب فيها إلى آخرها لأنه كان يتمتع زادة بالحماية هذا الظرف صعب تعيش فيه تونس كما قال بعض الكلام فيسبوك من هناك قد يفهم أما أنه مسؤولين كبار سابقين في الدولة هم اللي عرضوا وقوموا بالتهديد هذا وشوفنا كلام تعالى سيد المنصف المرزوقي على المؤسسة الأمنية وعلى المؤسسة العسكرية والقضائية يبقى أن البلغ جاء أثر ذلك نحط روما ننسيه هل يعقل أنك أنت أمس في اللي هام رئيس سيفا اعتباري يا ربطي تطلع تهدد المؤسسة العسكرية اللي أنت كنت القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية اللي كانت تحمي فيك والمؤسسة القضائية يعني بن علي الله يرحمه تمت الإطاحة به مسكتة الرحمن كلمة ما خرجهاش لعى المؤسسة العسكرية للأمنية لعى القضائية وتوفيت دون أن ينبس بكلم هذا رجل دولة وابن المؤسسة العسكرية مات وهو يتمتع بالشرح في العسكر احترم البلاد متاعه كان ينجم يتكلم وكان ينجم يكتب وكان ينجم يعمل اللي ما يتعملش مسألة أخرى ثانية ما ننساوش لرئيس الدولة عندما تحدث عن القضاة كان الحديث متاعه مجانب للصواب وهذا ربما يشجع بعض المغامرين الرقميين في الفيسبوك وفي غيرها أنهم يتطاولوا على القضاة فماذا بنا اليوم نخلوا القضاة يخدم وفي نفس الوقت كما قال الهاشمي نحاولوا نصلحوا المرفق هذية ونحاولوا نمشيوا نحو جودة المرفق القضاة فم مبادرات سابقا نجم نمضي عليها الغبار ونتناولوها خاصة صندوق جودة القضاة لأنه اليوم مقتل الرئيسي طالب القضاة بالتسريع والتسريع والتسريع ربما ما يعرفش أن القاضي وقت ليقعد مليئات الملاخات وظروف صعبة وصعبة جدا ومعناها ثم حكام يحكوا لك يقول لك ما في ماشي حتى توليات في المحكمة صحيح حكيت مع القاضي قتلي يماشي للمحكمة وأنا ما يخذ النواج معناها ظروف صعبة وصعبة جدا يخدموا فيها السادة القضاة وبالتالي ينطلبوهم بالتحسين وبالجودة وبالتسريع ينزل في نفس الوقت نحصنوا لهم في ظروف العمل يلا بعد لحظات بش نحكي الأفريقي بأديسة بابا لأنه زاد فيه مشاركة تونسية بش نفتحوا آفاق ربما جديدة في النقاش بعد الفصل